منذ أسابيع تتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المتحول زاد معها الطلب على اختبار تحاليل كوفيد-19 للتأكد من الإصابة من عدمها مخابر عديدة تحولت كلياً إجراء اختبارات تحاليل كوفيد بمختلف أنواعها اختبار البيسير هو الاختبار الأكثر دقة لكن لغلاء سعره يرجع المرضى في بعض الأحيان لإختبار الاجتماعي المضادة للانتجينيك لكن للأطبائي رأي آخر نحن في الأول كنم نعمل كلاً پيسي أير كوفيد-19 mais la demande de تسانتجينيك est très importante برقببطة الى راديدة et le coût est moins cher برقبطة الى كوفيد-19 ولكن هذه الأقزام لا نحن نحن نفعلها في أي وقت لتست أنتجينيك يجب أن تتوقع قليلاً من قبل الوقت لكي يمكنك التفايل والاقزير يفعلها في البداية ويجب أن تكون أكثر من أكثر بالرغم من أن عديد من المرضى يشتكون غلاء سعريهاته التحاليل التي تعد أحد الحلول إلا أن الوقاية تبقى السبيل الوحيد لتفادي هذا الفيروس القاتل